يعاني النازحون في العراق ألوانا من الانتهاكات والحرمان من حقوقهم الأساسية كان آخرها قرار وزارة التربية إغلاق ممثلياتها في محافظات كردستان والذي سيؤثر سلبا على النازحين والمهجرين مع وجود نحو 150 ألف طالب وطالبة اضطروا للبقاء في كردستان العراق بسبب الأوضاع الأمنية في مناطقهم فضلا عن تدهور البنى التحتية للمدن التي شهدت عمليات عسكرية قرار وزارة التربية سيؤدي بالطلبة إلى مصير مجهول وحرمانهم من حقهم في التعليم كما يعد انتهاكا لحقوق عائلاتهم في العيش والحرية والتنقل والسكن وإدخالهم تحت موجة جديدة من المعاناة في ظل عدم أهلية كثير من مناطقهم التي نزحوا منها للعودة بسبب الدمار الذي حل بها بفعل العمليات العسكرية وسطوة الميليشيات الطائفية وانعدام وسائل الكسب وظروف العيش الآمن وفقا لهيئة علماء المسلمين في العراق التي أكدت أن المقاصد السياسية التي تبتغيها حكومة الاحتلال التاسعة وأحزابها من إنهاء حالة النزوح قسريا لا تقف فقط عند خلافاتها مع السلطة في كردستان بل تتعدى إلى ما هو أخطر مبينة أن هذا القرار يذل على نوع جديد من الانتهاكات المركبة والعقاب الجماعي الآثم تحت مظلة الملاحقة الأمنية كما أنه يعد ضربة جديدة ومأخذا آخر على من يوصفون بالسياسيين السنة الذين منحهم النظام السياسي القائم في العراق هذه الوزارة وفق منظومة المحاصصة الطائفية فيما نظم أولياء أمور الطلبة النازحين وغير النازحين وممثلوا منظمات المجتمع المدني وقفة في أربيل احتجاجا على قرار إغلاق الممثليات داعيا للإبقاء على تلك المدارس بما يضمن حصول جميع الطلاب على التعليم الأساسي إغلاق المدارس العربية في كردستان العراق يعد استمرارا لسيناريو الإعادة القسرية للمهجرين وترسيخا لسياسات التنكيل بالنازحين وحرمانهم من حقوقهم الأساسية في ظل حكومات طائفية متمثلة بأحزاب فاسدة وميليشيات متنفذة برعاية إيرانية